رغم أن علاقة كيم بابنتها البالغة من العمر 16 عاماً حميمة غير أن أجوبة سام على أسئلة والدتها في الفترة الأخيرة أصبحت كلها لا آت من الممكن أن تكون في بعض الأحيان وبعد عودتها إلى المنزل متقلبة المزاج بشكل كبير قضايا سلوك المراهقين ليست بالأمر الجديد بل هي مثار جدل منذ عرفة المراهقة فيما لم يستطع أحد فهم سبب ذلك السلوك أو ما يمكن القيام به هي على ذلك أو متى يمكن أن يتوقف ذلك السلوك الكثير سيرحل بهذه الدراسة للتخطيط الدماغي التي خصصت لها ميزانية قدرت بخمسة مليارات جنيه نسترليني والتي تهدف إلى محاولة فهم كيف تعمل عقول المراهقين وسام هي من بين المئات الذين خضعوا لهذه الدراسة العلمية المقدرة على توضيح أنفسنا أمر صعب ولكن باستخدام التصوير ووسائل أخرى يمكن لنا الربط بين القصائص الدماغية لدى البالغين وكيفية تطويرها مع مرور الوقت إلى أن يصبح المراهقون بالغين ويظهر هذا التخطيط الترابط بين الأجزاء المختلفة للدماغ ويعتقد أن في هذه التوصيلات تتموضع وظيفتاء العطيفة والتفكير كما يعتقد العلماء أن الدماغ يربط نفسه خلال سنوات مراهقة وأن هذا الربط يتم في مقدمة الدماغ تحديدا وهو ما يزيد من قدرة الأقل على التفكير المسبق والتحكم في العاطفة إنها دراسة مثيرة للغاية تجعلنا ولأول مرة نفهم تطور ونمو وكيفية تحول الشباب إلى بالغين سام قالت لوالدتها إنها سعيدة لسماعها بأن السبب وراء تقلبات مزاجها تعود إلى شبكة أسلاك التخطيط أكثر من كونها تعود إلى سوء سلوكها عذر سيتردد وبشكل متزايد على مسامع الأولياء منذ الآن